هو الحقيقة إحنا اللي معاقدينها وبالوغة الشباب إحنا اللي مأفورين أو معاني مش عارف يعني هي مأفور دي بس لو ما بيقول الوريد دوفار يعني فوق الحد يعني معاقدينها برضو فإحنا اللي جايبينه لنفسنا أكتر بنحمل نفسنا في قطاقتها وبنوسع الموضوع قوي وبنسود الدنيا جدا يعني هي غلطة فبنخليها مليون غلطة هي مشكلة فبنخليها مليون مشكلة وبنصب كل المواضيع عليها طب ما فيه موضوع تاني حلوة طب ما فيه موضوع تالت ما فيه رابع ما فيه خامس ما فيه لا هو عايز يبص على ايه زي ما بيقوله الجماعة بتاعات الكوباية دول يعني النص الفاضي ايه أنا نفس الكوباية دي تتميلي عشان يبقى كلنا يبقى عندهاش مشكلة يعني فالحقيقة المشكلة عندنا نحن والأسباب وهي الأسباب وهي تماما نعم لما أنظر إلى نعمة واحدة فقدتها وإلى مليارات النعم لا ألقي لها بالا ده ظلم الظلم ده افتر على ربنا الحقيقة وكمان المصيبة ليه يبقى افتر على ربنا لأنه دايما بيروح مهال ليه يا ربي ليه يا ربي استنى يا عم انت بتتكلم في شعراية طب كام شعراية في رأسك انت بتتكلم مثلا في حباية طلعت في بقك طب كام سنة في بقك انت لك أكام سنة ما قلتش آية يا درسي ده انت ما حسيتش بيه خالص ده انت بس لما وجعك افتكرت ان عندك بق وعندك سنان عندك بق وعندك سنان لما جنبك افتكرت ان عندك كليا وعندك مش عارف ده عندك مليارات المليارات من النعم طب ليه بقى ليه نظرت الى هذا الذي جعله الله نعمة لك لتعالج ما عندك يعني جنبي لما نعح علي فروحت للدكتور عملت عندك كذا خد كذا وإلا كنت حتدخل في دوامة اكبر صحيح إما دي رحمة ولا نقمة رحمة طب فكيف بقى انعقد الدنيا عشان اداني ده بعتلي رحمة ده بعتلي نعمة ده بيفوقني استشعار اه بقولك انخد بالك حد بيخبرنا اه الحسن عندك حتوقع في مصيبة لو ما اشتغلتش فأم ازهل وقول طب ما فلان ما جلوش تضاعه وفلان ما جلوش جنبه ومش عارفه وفلان ما عملتوش ايه ده ايه ايه ده ده ان الانسان اللي ربيه لكنود ليه ليه طيب ليه يعني ربنا ربنا عيب نعم عيب الراجل بتاع الشركة اللي موظفك لو ادي لك المرتب ويعني ده انت بوس ايدك ووش وظهر يعني طب فما بالك لو راح مديك مكافأك طب ربنا ادينا ايه يا دكتور محمد ادينا ايه والدينا ايه ما قدرش عد حتى ما قدرش عد فضلا عن ان اشكر فضلا عن ان افرح بها طب انت مش اخترت الحزن خليك بقى اما انت اخترت واء نعم البعيد يعني اختار الحزن خلص خليك غارق في الحزن لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكون القضية حق يوم يخفف عن اصحاب القضايا الحق فلعلك يكلم حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وفي اكثر من موضوع من القرآن مش في الموضوع ده فقط يعني لعلك باخع وفلعلك كثير يعني بس القضية هنا قضية حق والقضية هنا قضية آخرة مش قضية الدنيا ده زعلان على الشجر اللي مش عارفه والفلوس اللي لا حضرة النبي زعلان على الدين مع انها قضية حق ربنا قال له ما تموتش نفسك عشان الموضوع ده إن شاء الله لي ولي وصحبه ما تزعلش نفسك ما ان شاء الله عنهم ما يأمنوا ايه ده ربنا اه ان شاء الله عنك ما تآمن ومن لغة العزة بتاعته وقه فمن شاء فليؤمن انا عندي نار وعندي جنة امنت في الجنة كفرت في النار حتى لو طلع مليون شيخ من الأذر وقال لك لا انت بش كافر لما هو بيقول كافر تقول له لا انت بش كافر ده حاجة والله لا بقت ريحتها فايحة ايه ده هو بيقول كافر يوم ييجي واحد يقول له لا انت بش كافر لا ده انت مؤمن طب لما هو مؤمن ان المال احنا ايه حاجة تجنن يا دكتور محمد